أصدقائي أصدقائي أرانيا زورد إزاييكم في بداية الفيديو حب أشكر كل الناس اللي تكلمت عننا كلام حلو في ناس كتيرة يا إيهاب تكلمت عننا كلام حلو قالت إن إحنا بنفيدهم كتير ومستنيين منا فيديوهات تانية كتير إن شاء الله كل اللي تتمنوا هنتكلم عنه بس برضو تنسوش تدعمونا أكتر وأكتر وأكتر بسابسكرايب واللايك والشير عشان ده بيدعم القناة وبيخليها تكبر ونظر لكم فيديوهات تانية كتير أهلا بيكم برحب بيكم وبشكركم من كل قلبي زي ما رانيا قالت لأنكم بتشيروا الشغل بتاعنا والحمد لله بتستفيدوا منه وحتى بنشكر الناس اللي بيقدمونا نصايح أو ما عجبتهمش الفيديوهات وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم المرات القادمة بإذن الله النهاردة أنا ورانيا جاي من لكم موقع الحقيقة ممتاز جداً أنا عندي أكاونت عليه واستخدمته حوالي مرتين ثلاثة لغاية دلوقتي ومفيد وإن شاء الله يفيدكم بإذن الله برضو طيب الغرض إيه من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وبنجيب فيها مواقع وأبليكيشنز ممكن تفيدكم في القيام بأعمال حرة إنه يعني الغلط منها تحسين الداخل أو لها تكون حتى وظيفة ثابتة إذا حبوا يمرسوها اللي بيتفرجوا على الفيديو الموقع الجديد اللي احنا جايبينه النهاردة دوت اسمه لسونز دوت كوم لسونز دوت كوم وأنا حسيب العنوان بتاعه على الانترنت في صندوق الوصف زي ما بيسموه أو البوكس اللي بتاعه موجودة تحت عنوان أو التايتل بتاع الفيديو طب أنا حابة أسأل سؤال هو لسونز دوت كوم دلوقتي الناس تخش تاخد دروس ولا تدي دروس ولا ممكن اللي اتنين لا اللي اتنين اه أولا هو زي ما قلنا الموقع الموقع أهوت يارب يكون ظاهر عندكم اسمه لسونز دوت كوم اه وزي ما قلت لكم حسيب لكم ان شاء الله الوصف بتاعه في صندوق الوصف عشان تبقوا شايفين العنوان بتاعه اه او يمكن دلوقتي حبا نحية كلمة لسونز شايفين لسونز دوت كوم تتعرف على شوية كده اه باين صح اه باين خلاص طيب النهاردة اي عملية تعليمية بتبقى فيها طرفين طرف هو المدرس او الانستركتر والطرف الاخر هو المتلقي او الطالب اللي بيستفيد من الخبرات الموجودة عند المدرسة الموقع ده مثل ان هو بيوفق راسين في الحلالة بس راسين طبعا ايه واحد او واحدة عايزة تدرس حاجة واحد او واحدة عايز او عنده القدرة ان هو يدرس الحاجة دي طيب هل الموضوع متعلق فقط بانه ده التدريس مثلا المواد اللي هي المدرسية والكلام ده لا لا خالص الموقع ده بيخش في كل او بيدخل في كل حاجة متعلقة بالحياة بمعنى سي انت النهاردة مثلا شخص جيت امريكا في اي ولاية طبعا الموقع ده بيغطي الخمسين ولاية بيقدم خدمة الدلوس دي الخمسين ولاية هو اونلاين اولادي اه بزرات بس هي هو فيه على فكرة ممكن يعني التيتشر او المدرس او المدرسة بيروح للطالب او انه بيدرسه اونلاين حسب ما بيتفقوا معه طبعا في الوقت اللي احنا فيه البنداميك وكورونا وكده بيفضل بساعة فيه ناس بتفضل الانلاين بس فيه ناس تانية بتفضل انها تبقى واجهة الواجه طيب ايه الدروس ايه مسلا انت جيت من مصر جيت من المغرب من الجزائر تونس سوريا لبنان كل بلدنا العربية السودان يمن واتفر وعندك مثلا موهبة بتلعب جيتار كويس درست جيتار بتلعب درامز بتعلم غنا بتغني مثلا بتمثل باي حاجة بتلعب تابس بتلعب بسكتبول بتلعب جولف بتطبخ ممتاز وهائل او بتطبخي ممتاز وهائل جدا او حتى مش ممتاز وهائل بس عندك قدرة ان انت تدرسي عملية الطبخ بترسم حلو بتعرف تتعامل مثلا مع برنامج اوفيس ويندوز اي قدرات وسكيلز عندك مهارات او عندك تقدر ان انت او انت توظفها بشكل ان هي تكون في اطار مادة تعليمية ان انت تعلمها انا انصحك انك تعمل ده وتستخدم موقع وتدخل او تدخلي تعملوا اكاونت ليكوا حساب خلاص وتبتدوا وتبحثوا عن الوظافة المتوفرة تعالوا سريعا كده انا بس هعمل سكرول اوارديكو نبزة سريعة عن الدروس اللي ممكن الناس بتحتاجها بتطلبها يعني مثلا هنا زي ما احنا شايفين دي دي دروس جيتار في ناس بتحتاج مثلا جيتار لو دوسنا على درس تعليم الجيتار مثلا دروس تعليم الجيتار بتاكيد فيه دروسية اه اه كتير كتير طبعا هتلاقي طبعا هي منافسة كل واحد بيدخل ويكتب بروفايل عن نفسه بيقول والله انا بعلم الجيتار بالطريقة الفلانية وشاف ايه وباخد كذا في الساعة دروس الجيتار مثلا في امريكا بتتراوح الساعة بتاعتها من 40 ل 60 دولار فتخيل لو انت النهاردة عندك او لو انت عندك النهاردة قدرة انك بتلعبي جيتار وبدل ما انت قعد في البيت بالدندن مع نفسك كده حول الموهبة اللي عندك دي او الحاجات اللي انت تعلمتها في الوظيفة اعمل لنفسك اكاونت على والساعة ب40 دولار ل60 دولار وبتكتب بروفايل حلو عن نفسك انك مثلا دراستيك جيتار في المش عارف ايه وعندك القدرة على تعليم الجيتار مثلا الليد او البيز او whatever انواع الجيتار درامز هل ده بيتطلب ان انا اكون حتى الريزيمي بتاعي اه هو اه مظبوط اه الموقع مستو ان انت لما بتعمل البروفايل بتاعها بتعمل الاكاونت او بتعمل الاكاونت بيبتدي يديك شوية بينات بيطلبها منك بيساعدك انك تبني بروفايل حلو ليك بحيث ان انا كطالب اخش اقرأ عنك انك مثلا اسمك كذا او اسمك كذا ومتخصص في مجال مثلا الطاهي بتعرف تطبخ مثلا المطبخ الشرقي المطبخ اللبناني السوري المصري الاردني السعودي السوداني مغربي وهكذا وانك انت بتستخدم مثلا المواد الارجانيك او المش عارف ايه وبتدي الطعم اللذيذ والحصة في مثلا باربعين دولار اونلاين او واجها مثلا بخمسين وانك انت اللي بتروح للطالب او ان الطالب هو اللي يجي لك دي حاجات كلها بيتم الاتفاق عليه بالموقع يا جماعة وش متخيم حتى مسجل عليه ناس بيدوا دروس في القيادة مثلا انت بتسوق كويس وعملت الرخصة في امريكا بس يسا مش لقي شغل اعتبر ده دخل اضافي ليك تقدر تسجل عليه ويبتدوا الناس يطلبوك مثلا لتعليم اولادهم وطبعا بتتسئل اسئلة كتير قبل ما بيتحددلك انك ممكن تبتدي تعلم الناس يعني الموضوع ما فيهوش خالص لان كل الحاجات دي بتبقى يعني معروف مين اللي حيدرس ومعروف مين اللي حيتلقى التعليم او التدريس الجميل في الموضوع انك الموقع بيساعدك انك تبني البروفايل بتاعك وهو كمان بيجمع data من نوعية العمل ده في المنطقة اللي انت ساكن فيها وبيبعتلك بها بيانات بمعنى سيه مثلا انت ساكن في تكساس وعايز تدي درس جيتار في مدينة مثلا مدينة كذا ودرس الجيتار يعني تدي تعمل الدرس بكام هو الموقع بيقولك والله الدروس اللي في المنطقة بتاعتك دي او في الولاية او في المقاطعة اللي انت فيها تمالها بيتروح من عشرين لاربعين او من خمسين لستين فانت بتقدم مثلا بخمسين بخمسة وخمسين طيب المسألة بقى بتمشي ازاي بعد ما بتعمل الاكاونت والبروفايل بتاعك بيكتمل بشكل كبير وسيه مثلا انت مدرس انجليزي حتى حتتعلم الانجليزي للاطفال مثلا او حتعلم اللغة العربية وبرده تقدر كل اللغات تعلم كل اللغات تكلم فرانساة وعايز تعلم فرانساة اي حاجة عايز تعلمها كرآن القراءة العادية الكتب ازاي انك تعمل ملخصات شوف درجة انك تعلم الناس يعملهم ملخصات يعني يفهم ازاي في حاجات كتير جدا يعني لا تتخيل كمية المهارات اللي موجودة اللي الناس تقدر تستفيد منها انها توظفها لحسابها فيقدروا يجيبوا دخل اضافي في حياته وده الغرض من الفيديو ان احنا بنحاول يعني الفيديو ده والفيديوهات التانية بنحاول نوري الناس قدر المستطاع الحاجات المتوفرة ليهم على الانترنت يقدروا يستخدموها ويعملوا دخل اضافي بعد ما بتعمل الاكاونت معهم وبتبني البروفايل بتاعك كويس بيتم الموضوع ازاي بقى طب ازاي بيجي لك شغل هل انت بتدفع حاجة مثلا للموقع ده عشان يجي لك شغل او هما بياخدوا منك نسبة بنمر واحد مش بياخدوا منك نسبة بمعنى المبلغ اللي بيجي لك بيبقى 100% بتاعك كما يقول هذا الموقع وكما انا جربته قبل كده طب انت ازاي بتجي لك الوظيفة مثلا انا مدرس وعملت بروفايل ورانيا طالبة جوة الموقع مسجلة نفسها وبياناتها وكده وعايزها تتعلم مثلا لغة عربية وهي ما بتعرفش تكلم انجليزي بس مثلا ف بتحط الطلب بتاعها على الموقع طيب الموقع لما هي بتحط الطلب بتاعها في المنطقة مثلا في منطقة فروجينية في مدينة كذا في مقاطعة كذا الموقع بينبه كل الناس المسجلة المسجلة في المنطقة ديت كمدرسين لغة انجليزية ان رانيا طلبت لغة انجليزية مدرس تتعلم انجليزي طيب تتعلم عربي الموقع ده فإيه اللي بيحصل بعد كده اللي بيحصل إن حضرتك أو حضرتك اللي مسجل بيانتك وكده بتشتري من الموقع حاجة اسمها كريدتس كريدتس يعني بتدفع مثلا 20 دولار 40 دولار 50 دولار المبلغ اللي بتدفعه ومع كل طلب بيجيلك إنك تقدم عليه بيتاخد منك كريدت بيتاخد منك كريدت لما بيحصل الموافقة من الطالب طيب ممكن نشرح حكيني إنت النهاردة رانيا طلبت بتاخد درس لغة عربية وإنت بتعلم لغة عربية أو إنت بتعلم لغة عربية بتخشي بتستجيبي للريكوست بتاع رانيا بتقولي بتكتبي أو بتكتبي مثلا مساء الخير أنا فلانة الفلانية بدي دروس عربية بلغة عربية بالشكل الفلاني وبستخدم مثلا وبستخدم أدوات معينة وبعمل وحاجات بالرسوم التوضيحية ومش عارف إيه وبستخدم لغة عربية صحيحة وعندي خبرات في واحد اتنين تلاتة اربعة وده الرست دوت في مصر في السعودية في المغرب وأستطيع إن أنا أتنقل لك أو أنت تيجي عندي أو نتقي في مكان وسط أو نخليها عن طريق سكايب زوم رانيا قريت بتاعك وبتاع إيهاب وبتاع فلان 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 وفي الأخذ آه والله أنا عايزة أخذ مثلا مع سعاد عشان هي مثلا قريبة مني وأنا لما هروح لها المشورحة بعشر دقيق بس ومثلا بتشارج مبلغ مش كبير مثلا بتاخد أربعين دولار في الساعة بس مثلا محمود ده سكن بعيد وبياخد مثلا خمسين دولار في الساعة خليني فقر يبقى فيه بريفرنسز كده طالما لو الجوب دي العطا أو المزاد ده رسي على رانيا أو المنقصة دي رسيت على رانيا رسيت على إيهاب رسيت على سعاد رسيت على سعاد بالزبط اللي حتدرس ساعتها الموقع بيخصم من سعاد من الكريدتس اللي هي مشترية بيها نقط عشان تقدر تعمل كوت يعني تدي للزباين كوت بيخصم مثلا عشرة دلار خمسة دلار طب الموقع بيستفيد إيه لما يخصم مبالغ قليلة كده الموقع ده بيعمل دروس على مستوى أمريكا الخمسين ولاية بأعداد رهيبة يوميا يوميا يعني الموقع ده بيعمله في اليوم تقريبا مكاسب من الدروس دي مجرد أنه هو زي ما قولنا كده في البداية بيوفق رسين في الحلال طالب وتلميذ بيعمل يوميا مش أقل من خمسين ستين ألف دولار يوميا بسبب الفكرة دي طبعا الفكرة ممتازة جدا ورهيبة يعني أصحاب الموقع دولار تشطار بصراحة وفي نفس الوقت بيدونا فرصة إن إحنا نستفيد ونقدر إن إحنا يكون عندنا دخل إضافي طبعا وإن شاء الله لما تشوفوا الموقع هتشوفوا قد إيه كمية أنواع الدروس اللي ممكن تدوها يعني بصورة رهيبة أنا ليه بقول المهم يا رانيا لإحنا نعرف لنا أصدقاء وإنتي تحديدنا حتى لما جئنا أمريكا في الأول قعدت فترة ما مشتغلتيش كنت قاعدة في البيت صح ولا فنفس الناس اللي هما بيجوا في الأول مثلا بيضطر يقعدوا في البيت شواء بلما يزبطوا حياتهم وكده وكان عندهم عيال صغيرين وتقفر الكلام ده وعندوا شوية مهارات بدل ما بيستغلش المهارات دي يبتدي يقدر يستغلها أو تبتدي تقدر تستغلها طالما في مهارات أقدر إن أنا أعلم الناس بيها وأحسن دخلي وأساعة جوزي أو أساعة مراتي أو إحنا هتنين نساعة بعض فدخلنا يزيد يعني لما أكون بدي درس هنا ودرس هنا ودرس هنا طيب الحاجة التانية الموقع نفسه بيقول لكم جماعة ما تيقسوش يعني هو بيقول إيه الموقع لو قدمت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ما تزهقش لأنه عادة تبقى للدراسات اللي عملها الموقع أنه عادة على الكوت العاشر على الطلب العاشر بتبتدي الدنيا العجلة تمشي ويبتدي الزباين أو الطلاب يبتدوا يتعاملوا معاك والطلاب بيكتبوا عليك ريفيوهات كمان بعد ما بيخلصوا والله والله رانيا كانت كويسة وساعدتني في شعرف إيه استفدت جدا وبعد كده سفدت مش عافية نفسي بتكلم فرنساوي بلغة مش عافية أشكرك يا رانيا ده بيساعد الناس اللي بتخش بعد كده بتدور على مثلا في الفرنساوي اللي رانيا بتدرسه أنه واو لا دي مكتوب عليها كلام حلو لا يبقى دي ايه أنا ممكن أخش أخذ معاها هي الدروس وهكذا في كافة المجالات عايزة أقول لكم أنه فيه حتى دروس طيران لمرحلة ايه كمان اه فيه دروس طيران طبعا عشان حد يدي درس طيران أي تيتشر على فكرة بالمناسبة لازم يقدم حاجات معتمدة تثبت أنه هو يستطيع أن يقوم بتدريس هذا الأمر بس مش بصورة أنت لازم بقى ورق دمغة وتروح عندما عرفش مين ومدام سعاد في الرابع لا ماشي الكلام ده بس على قل الموقع بيبقى يعني عنده شبهة أكد أن أنت بتعرف فعلا تدي الدور وما فيش حد أحراج نفسه يقول والله أنا هروح أدي دروس جيتار وأنا مش عارف الجيتار من الفيولين مثلا شكلهم إزاي فأنا أنصحكم ورانيا معايا بأنه تدخله على موقع وتعملوا بروفايل تبدو أن تعملوا أكاونت وتعملوا بروفايل وتكتبوا فيه الرزمي بتاعتكم ولما يجي من حد لو حبيتوا تشتروا الكريدت أعتقد بيبقى 25 دولار وبعد ما بتشتري الكريدت زي ما بقول لكم كده بيتخصم الكريدت لما بيجي لك الجوب ترسي عليه بياخد الموقع ياخد بقى الخمسة دولار أو عشرة دولار بتاعته وهكذا ولو عندكم أي استفسار يعني بعد ما تخشوا الموقع عندكم أي استفسار تحت أمركم وإن شاء الله حنجاوب عليها وفي ناس كتيرة بتسأل عايزة تعلم أولادها عربي عايزة تعلم أولادها أي لغة برضو تقدروا أنتم تشتركوا فيه ويقدروا برضو أولادكم يتعلموا وإنتوا لو حابين أن تتعلموا لو لسه ما فيش فرصة إن انتم بتشتغلوا دلوقتي وعايزين تتعلموا ممكن كمان تخشوا وتقدموا وتتعلموا هو بيفيد زي ما إهاب آر اللي عايز يتعلم وإلا عايز بيدور على شغل علشان يحسن الدخل بتاعه أتمنى يا رب أن يكون الفيديو عجبكم النهاردة وما تبخلوش علينا باللايك والشير والسبسكرايب والتاني هقول لكم بليز لو سمحتوا أي تعالي أحب أن أنا يكون تحت الفيديو لأن ده في اليوتيوب يعني اه في اليوتيوب عشان ده بيساعد يعني ليه على اليوتيوب لأن اليوتيوب بيشتغل بالخوارزميات فلما بيلاقي تعليقات موجودة على فيديو ومشاهدات كتير ولايكات كتير وكده بيبتدي اليوتيوب بيخترح الفيديو دوت لناس تنين فالقاعدة بتاعة القناة بتبتدي تكبر وإحنا يعني بعض الله سبحانه وتعالى متأملين فيكم خيرا أن أنتم تساعدونا وننشروا الفيديوهات المفيدة ديت للجميع وإحنا عايزين الناس كلها تستفيد والناس كلها تلاقي شغل وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد باي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر